اشتركوا في القناة المسيرة الكبير الذي يليق بمكانته عرفانا بالمسيرة التاريخية الطويلة التي ساهمت في تأسيس بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم رجل وطني من الطراز الأول حكت عنه إنجازاته وسطرت في مكتبات الرياضة والثقافة والأدب والمجد اسمه الشيخ عيسى بن راشد الخليفة هرم الرياضة البحرينية تحتفل به البحرين اليوم بما قدمه من جهد جلي أثمر الإنجازات والإنجازات في مجال الرياضة البحرينية والخليجية وخصوصا في كأس الخليج العربي الذي زخرف إنجازاته ومواقفه فيه بهذا الكتاب بعنوان ذكريات ومواقف من كأس الخليج العربي لكرة القدم والذي رعى تدشينه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة كلنا نعرف إن الشيخ عيسى بن راشد هو تكريم لرياضة مملكة البحرين عندنا شخص في هرم الرياضة مثل الشيخ عيسى بن راشد شخصية مرموقة ومعروفة ومحبوبة من قبل الجميع فحنا نفتخر بالشيخ عيسى بن راشد الحمد لله إحنا نستبد من السابق ومن مؤسسين هذه الرياضة بالذات والحركة الشبابية إحنا نواصل هذه الأمانة وهي الآن أمانة في رقابنا فنستبد منهم الخبرة ودائما نسمع إلى نصائحهم وهم موجودين معانا ما زالوا وإحنا إن شاء الله نعطي المزيد نحاول أن نوصل إلى اللي وصلوا له هم أسسوا ونحن نواصل سمو الشيخ عيسى بن راشد مثالا للشخصية البحرينية المحببة لدى الجميع فقد جمع بين حس الدعابة والقبول ورحابة الصدر علاوة على شعره الدافئ الذي لطالما تغنى به أبناء البحرين ورددوا أبياته وإنجازاته الرياضية في ملاعب البحرين ومحافلها الرياضية داخل وخارج المملكة وها هو اليوم يكتب أهم مواقفه وذكرياته ليكون بمثابة هدية قيمة جدا يضعها بين أيدي الأجيال الرياضية القادمة يستخلصون منها أهم الدروس والعبر والخبرات المتراكمة أنا منذ سنوات والأمنية عندي أن أصدر كتاب عن دورات الخليج الشيخ ناصر اللي يطول عمره وهو اللي شجعني وهو اللي أرسل لصحفيين يدونون الذكريات وتمكنني من أصدار الكتاب والله يا أخوي أقول لهم شباب البحرين انتمنى من شباب البحرين أن يبدو الجهد أكثر خصوصا في مجال كرة القدم وأنادي الأندية أن تهتم بالقاعدة حتى نتمكن من الظهور بمظهر طيّة في دورات الخليج هذه الشخصية الوطنية شهدت على إنجازاتها مختلف فئات المجتمع البحريني من رياضيين وإعلاميين ومثقفين فكتاب ذكريات ومواقف من كأس الخليج العربي لكرة القدم حضي باهتمام كبير يليق بالمسيرة التاريخية والطويلة التي ساهمت في تأسيس بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم نشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد على تكريمه إلى قامم قامات البحرين الرياضية وهرم من هرم الرياضة البحرينية والخليجية والعربية سمو الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة هذا اندل من ما يدل على اهتمام سمو الشيخ ناصر بالقامات البحرينية سواء كانت في المجال الرياضة أو الثقافة أو الشباب بشكل عام وهذا احنا شيء نفرخ فيه في المجلس النواب البحريني ان يشرف البحرين وشعب البحرين جميعا حفل التدشين هذا شهد تكريما خاصا لشخصيات بارزة كان لها دور هام في مسيرة الرياضة المحلية كما استعرض العديد من الذكريات والمواقف التاريخية التي تربطه بالرياضة وكرة القدم تحديدا والتي اشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بدور سموه في خدمة وازدهار اللعبة في دول الخليج العربية معلومات جدا قيمة عن ما وراء الكواليس في دورات الخليج راح يستفيد منها الجيل الرياضي الاعلاميين على شخص اننا نستوعب ونعرف قيمة هذه الدورة هذا الرجل الشاعر الوطني والرياضي والشخصية البارزة اللي لها دور كبير في تطوير الرياضة البحرينية منذ زمن طويل الى يومنا اليوم اهتمامه بالرواد ومعالي شيخ عيسى بن راشد وبترشين هذا الكتاب لهم الدولات كثيرة تدل على اهتمام سمو الشيخ ناصر المعهود بالخامات والقامات والرياضات الرياضية اللي كان لها دور كبير في انجاح هذه الرياضة البحرينية سمو الشيخ عيسى بن راشد الخليفة علم من الاعلام الرياضية والثقافية التي تفتخر بها مملكة البحرين وتعتز نجم سطع من البحرين الى سماء الخليج بشعره الدافئ ودوره الرياضي المشهود تكريم استثنائي لرجل استثنائي احبه جميع البحرينيون يستذكرون فيه انجازاته وما قدمه هذا الرجل المعطاء يرون فيه البحرين وتراه البحرين فيهم يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر